رجعنا لحضراتكم من جديد وأولى فقراتنا الحوارية الحقيقة قطاع السياحة من أهم القطاعات اللي موجودة في الدولة المصرية واللي بتهتم بيها بدرجة كبيرة جدا علشان كمان جذب السياح ومصر طول عمرها بتعتبر من أحلى دول العالم فيها مزارات سياحية عندنا سياحة شتوية وعندنا سياحة صيفية عندنا سياحات متنوعة ومختلفة والحقيقة الدولة المصرية بتقوم بتدعيم كل فرع من فروع السياحة في السنوات الأخيرة كمان شاهد قطاع السياحة تحسن كبير جدا بالرغم من الأزمات العالمية اللي موجودة في كل العالم التحسن أو الطفرة السياحية اللي كان وراها رؤية الدولة المستنيرة وقيادتها السياسية واللي سهمت بشكل كبير جدا في تنشيط حركة السياحة عايز أقول لنا حضراتكم تم تطوير بنية السياحة التحتية بشكل كبير وواسع الدولة المصرية استغلت ما يتميز به المناخ المصري من سمات طبيعية بتشجع كل السياح سواء كانت السياحة العالمية أو كمان السياحة المحلية لزيارتها من جميع دول العالم وأيضا في كل فصول السنة موقع ترابل أوبات الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر قال في تقرير أخير لي أن مصر بتعتبر من أفضل عشر وجهات سياحية أكثر أمانا للمسافرين من كل العالم وأضاف أن الحكومة المصرية بتتخذ إجراءات مستمرة لتطوير البنية التحتية وجعل رحلات السياح أكثر أمانا وسهولة ده التقرير الحديث عن هذا الأمر الشاق والمهم جدا أو الشايق والمهم جدا مشرفنا في الستوديو هذا الصباح الخبير السياحي الأستاذ وليد البطوتي صباح الخير يا فن صباح خير قطاع السياحة من القطاعات المهمة اللي بتهتم بيها الدولة المصرية تدعمها وتنشطها وأيضا في عوامل تنشيط السياحة الداخلية وبتشجع المصريين أن هم يكتشفوا بلدهم وبتقدم صورة مهمة جدا للعالم وعلى حسب الموقع الدولي أن مصر تعتبر من الوجهات الأكثر أمانا حدثنا في البداية عن رأي حضرتك في محتوى هذا التقرير مصر يمكن قدرت ترجع للسوق السياحة السياحة لأنه إحنا لما حصل أزمة الكوفيد السياحة في العالم العددات بتاعتها كلها راحت على الصفر صحيح كله رجع ما كانش فيه حركة سياحة في العالم خالص وقفت تماما مصر كانت من الدول اللي بدأت ترجع بخطوات ممكن ما تبقاش كبيرة قوي ولكن كانت تابتة وفيها زيادة بسيطة ولكن محافظة على نفسها وبتطلع فيه ناس العددات عندها طلعت ونزلت إحنا في ضلنا المؤشر بتاعنا طالع واعتمدنا على أنه الناس اللي كانت بتيجي تقضي رحلة كويسة وسعيدة بتروح هي اللي بتعمل لنا دعاية كان فيه ناس حجزة مصر في فترة الكوفيد اللي هو حاليا إحنا عندنا الحجز مفيش يعني حيث لو أنت بره وحبيتي تحجزي مصر مثلا ونقول إن إحنا بجولايات المتحدة الأمريكية فأنت عشان تكلمي أي شركة من الشركات الكويسة الكبيرة وتقول له ما أنا عاوز أروح مصر فيقول لك مش قبل نص خمسة عشرين يعني إحنا في تلاتة عشرين تلاتة عشرين واربعة عشرين متبعين محجوزين بالحجم الاستيعاب اللي مصر تقدر تاخده ما تقدريش تاخدي أكتر من كده خلاص ما عندناش الدولة دلوقتي بتسعى إنها تبني 200-2 إحنا محتاجين 282 ألف غرفة سياحية زيادة عشان نقدر نوصل تستوعد للرقم المرجو اللي هو 30 وممكن أكتر في حاجات كتيرة جداً اتعملت حسنت وزي ما قلت يا حضرتك إن إحنا عندنا ازدياد وفي ثبات وفي كمان السايح بقى مستوى أحسن شوية يعني مادياً بقى أحسن شوية الناس بيتيجي مصر بتروح بتزور دول مثلاً أخليني أقدر حقيقة أنت قلت من ناحية الأمان الأمان هنا فيه إيه فيه دول فوق فيه خدمات صحية فيه خدمات أمنية في الشارع فيه خدمة اجتماعية فيه توفير مزارات فيه مرشدين سياحيين على أعلى مستوى الأمان متعدد هنا بقى اللي أنا عاوز أقوله حقيقة مثلاً التجربة السيئة جداً أنه واحد يجي يقضي أجازة في بلد وتتسرق محفظته صحاً وتسرق باسبوره وتتسرق فلوسه هو ما يفتكرش حاجة خالص وبتبقى المكان ده هو مش عاوز لا يعود إليه وتبقى ذكرى سيئة جداً الحمد لله مصر مش من الدول اللي فيها الموضوع ده مع أن فيه دول من اللي هي عندها أرقام صحية كبيرة جداً الموضوع ده شائع جداً جداً وبيحدث بصفة يومية اعتيادية والشرطة يمكن ما بتبديش اندهاشة حتى لما الواحد يروح يقول أنا باسبور لأنه الإنسان لما باسبوره بيروح بالدنيا بتقف معاه وبقاش عارف حيرجع بلده إزاي وفلوسه ويدفع الفندق بتاعه إزاي وهياكل إزاي كل الكلام ده الحمد لله ده مش موجود عندنا في أسر الحياة تأكيداً على كلام حضرتك فعلاً في دول كبيرة وأرقامها في السياحة عالية ترويجهم للسياحة جزء منه أنه بيعملوا فيديوهات إزاي تنقذ نفسك من السرقة يعني أنا شوفت ده بعيني في أحد الدول أنا كنت لسه رجع من أسوان والحياة كنت بتحدث مع حضرتك قبل الفاصل فكرة بقى التنظيم المختلف والمميز والأسواق اللي اتفتحت كتير من المواطنين من دول مختلفة زي ما حضرتك بتقولنا قالوا لي رسالة إنه فيه تطوير واضح جداً إحنا شايفينه حضرتك شايف إزاي هذا الملف تحديداً وهذا التطوير في ظل الأزمات بقى العالمية وثبات قطاع السياحة المصري إحنا فيه تطوير بيحصل يعني مثلاً في منظومة التذاكر بقى التذاكر الإلكترونية الموضوع بقى شوية أحسن بس المنافذ محتاجين يبقى عندنا منافذ أكتر لسه شوية تطويرياً طبعاً يعني برضو لسه الموضوع محتاج أكتر من كده لأنه الأعداد بتزيد الأعداد اللي عندنا زادت جامد جداً أنت حيك قلتي أنت ذكرتي قلتي لي قبل الهواء قلتي لي أسوان أنت كنت في أسوان أسوان تجربة فريدة جداً على فكرة أسوان عندها ميزة كمان لوسر وأسوان صراحة أسوان عندها ميزة أهلها وشعبها طيبين قوي 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 اللي أنت حضرتك ممكن لو واحد أجنبي وقف في الشارع وقال أنا معيش فلوس وعاوزه شرب مياه مش هيجبوله كبات مياه هيشتروله إزاز الحقيقة عندك حق أنا شفت ده بنفسي كان معي شنط وبنوتة جميلة شالتها لي ده غير قلوبهم الطيبة اللي تعتبر قلوبهم بيوت ليك خليني أروح مع حضرتك نشوف العرض التالي ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك عن قطاع السياحة المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جميل حضرتك من جديد والحديث عن الانتعاشة السياحية أستاذ وليد الحقيقة التلفزيون الصيني الرسمي تحدث عن أن تعتبر مصر من الوجهات السياحية الأكثر أماناً وتعتبرها المفضلة للشعب الصيني شايف إزاي هذا التصريح؟ الصينيين كان في بعض من الدول كان بيساق معاملتهم في الفترة الأخيرة بالذات بعد موضوع الكوفيد هم لما بيجوا هنا في مصر بيلاقوا أولاً إحنا عندنا عدد جيد جداً من أحسن مرشدين العالم في اللغة الصينية على مستوى العالم مش بس على مستوى مصر كلغة وكمعلومة مرشدين اللغة الصينية عندنا في مصر مميزين جداً والسياح الصيني بيجي بيلاقي معاملة حسنة جداً جداً ما بيلاقيش أي نوع من أنواع التنمر دي مهمة جداً دي نقطة مهمة جداً وبييجي وبيروح سليم دي نقطة مهمة جداً إن السياح بقى بيجي مصر وما بيجيلوش أي إصابة الحمد لله لأنه كان في الفترة وبالذات مع الشتاء بيبقى فيه عودة شوية الناس الحمد لله بتيجي بتقدير حتى لو حد لقدر الله أصيب على فكرة الرعاية الطبية اللي عندنا والأدوية اللي موجودة في مصر كافية جداً إنها الناس حتى بتتعالج على اللي هامش وبقى فيه بروتوكول وبقى فيه نظام إحنا حفظينه وعارفينه فالناس عفوا الناس بتقدر تقضي رحلة كويسة وبتسافر هي ده اللي الدولة استثمرت فيه إن الأجنبي بيروح هو اللي بيعمل لنا دعاية أخبار مصر بقت إيجابية عادة كان عندنا دايماً كم كبير جداً كان ممكن عندنا أخبار سلبية 80% تقريباً ودي كانت برعاية من بعض من الناس في الخارج إن هم كانوا بيصدروا أخبار سيئة عن مصر ولو مفتعلة ولو كسب أو الكلام ده كله النهاردة الأخبار الإيجابية اللي تلعاً عن مصر غطت على الكلام ده كله الحياة من أول يوم يعني إحنا لا نفتفت لهذا الكلام ولكن طبعاً نضعه بعين الاعتبار ولكن من أول يوم قطاع السياحة لأ شادت حيله واقف على رجله وبقى أن أكتر من 6 سنين الأخبار العالمية بتتحدث عن إن في أماكن محددة في مصر بتعتبر من الأكثر جمالاً زي سينة مثلاً ومنطقة دهب تحديداً أو مدينة دهب تحديداً لقصر وأسوان موكب المميوات العظيم الحقيقة اللي كان فيه دلالة زكية جداً للاستثمار السياحي وأيضاً الفخر بقى الحضارة لازم أقفك عند موكب المميوات موكب المميوات لازم نحسب وقتها كان العالم عامل إزاي بالضبط موكب المميوات الناس ما كانتش بتخرج من البيوت برا ما كانش يقدروا عندهم حرية الحركة غير للصيدلية تقريباً أو السوبر ماركت اللي هي الأشياء اللي بتخلي الناس تعيش وانتي كان عند حضراتك بتحركي 22 ملك وملكة في موكب وأوبرا وفي احتفالية مهيبة وبتنتقلي في شوارع القاهرة الدولة كلها الشعب المصري كله أو أهل القاهرة اشتركوا لأن هم ما نزلوش في الشوارع ولا عطلوا ولا عملوا أي حاجة والناس التزمت بالقواعد اللي تقالت وقتها والموضوع كان جميل جداً والأوبرا تقدمت بشكل رائع واستخدمنا كل القوة النعمة بتاعة مصر الناس حتى اللي بتيجي دلوقتي متخيلة أنه متحف الحضارة الحالي اللي هي انتقلت إليه الـ 22 مومية مومية بتخيلوا أنه هو ده المتحف الكبير ده لسه مش عارفين أنه إحنا عندنا لسه كمان حاجة أكبر جاية في السكة إن شاء الله ولكن الظروف ما سمحتش أن المتحف الكبير كان عنده عشر عشر لازم يطلع في أبها صورة لي وده الحياة من زكاة الإدارة المصرية خليني أخذ من كلام حضرتك عن فكرة إدارة الدولة المصرية لملف السياحة دلوقتي بتوجيهات طبعاً من فخامة الرئيسة عبدالفتاح السيسي فتحت قنوات اتصال مع كل الجهات المعنية بتطوير قطاع السياحة عشان يسمع الأراء وعشان يكون فيه تطوير شايف إزاي حضرتك هذه الخطة المتكملة كنا دايماً بنطلب إنه يكون فيه تخديم يعني بقية قطاعات الدولة وبقية الوزرات تخدم على السياحة وده يمكن كانت الناس بتشتغل في جزر منعزل من الواضح تماماً إنه التعليمات اللي صدرة إنه كل الناس تخدم على السياحة إنه كل اللي السياحة تطلبه يبقى موجود نظراً لإنه السياحة مصدر للدخل والعملة الصعبة ولنا نلتفت زي ما هيك قلتي لنا نلتفت للحاجات اللي هي كانت في بعض من الأحيان بتعوق لإنه احنا أنا كمرشد سياحي كان دايماً الأجناء بيجي يقولي كلام يعني يتعجب له الإنسان إيه الكلام ده إزاي فالكلام ده عندنا ده آه بس ده فيه بيتعمل لهم بره إحنا الحمد لله قدرنا قادر أقول إنه حتى الإعلام حتى القنوات المصرية إذا كانت المحلية وإحنا عندنا قناة بتتكلم برضو باللغة الإنجليزية بتبعت رسائل بره كويسة جداً البروموز والفيديوهات وسيحة المؤتمرات أيضاً على فكرة كل ده بيتاخد منه إحنا بس متخيلين يعني فيه ناس أقول لكي أحنا بيكلم بعض لا ده مش مظبوط إحنا النهاردة حيك عارفة طبعاً إن بالتليفون الناس بتقدر بيتوزيع أنا الحاجة الوحيدة اللي بقى طالب دايماً من عندكم من هنا بقول إنه لازم الدولة توفر في بعض الأماكن السحية الشهيرة خدمة الواي فاي تبقى جيدة وببلاش عشان الناس تقدر تبعت بس دلوقتي فيه تنمية لقطاع الاتصالات يعني حداك بتقول فكرة تطويرية أتمنى أن هما لأ فيه يعني خليني كمان أخد من حداكت الكلمة دي تنمية قطاع الاتصالات دايماً مهم طبعاً هو رائع وهايي أنا بتكلم إنه لما خش مثلا منطقة الهرم ألاقي بيرميدز واي فاي مثلاً فري موجود أفاليبل أما الناس تقدر تصور وتبعت لأنه أنا عاوز إذاعة بس ده بيحصل على وسائل السوشيال ميديا يعني دلوقتي أيضاً فيه خطة من الدولة المصرية لنهوض بقطاع السياحة ببعض الخطوات التطورية زي مثلاً زي ما حالكت حدثت عن توفير التيكتس بشكل أوسع عن دعوة المؤثرين خلينا نقول أو الانفلوينسرز في المؤتمرات وسياحة المؤتمرات لنقل هذه الصورة كان معايا الفنان ويل سميث نعم أيضاً المشاهير كانوا موجودين في مصر أنا كمع كتير منهم طبعاً هو قال كلمة واحدة وكتبها على فكرة قال لي مع احترامي الشديد لكل اللي هيتعمل أنا هكتب حاجة واحدة والعالم كله هيقراها وفعلاً هو كتب بوست في خلال ساعة أو حاجة كان 22 مليون واحد شافوه وهو قال أنا انبسطت جداً في مصر I'll be back وأنا هرجع تاني وبالفعل هو رجع تاني وكان في رحلة تالتة بس حصل ظروف شخصية عنده هو فمجاش زي ما حيك قلت الدولة هتمت بين الناس دي وفي بعض من الأحيان الدولة احترمت خصوصية الضيف الأجنبي يعني الضيف الأجنبي ده ساعة بيبقى جاي يقضي أجازة هو برضو من حقه يقضي أجازة ومش جاي في مهمة لأنه يروج لمصر هو لما يحطه صوره الشخصية ويمكن شوفنا الكلام ده في ابنة الرئيس دونالد ترامب هي كانت بتحط بوستنج شخصي ولكن هي واحدة معروفة هو زي ما حالك قلت أنه لما بتقدم خدمة جيدة وبتقدم كمان على ساحة بشكل جيد وزاكي هو بينقلك هذا الانتباع لما يكون عندك فكرة سياحة المؤتمرات لما يكون عندك فكرة الترويج السياحي الجيد لما تفتح الباب دايما للاكتشافات الأثرية وتطور منها وتعزز منها وتنقل للعالم كله هذه الحضارة ده شيء مهم 26 يناير 26 يناير اللي فات كان فيه كشف أثر كبير جدا من المنطقة السقارة العالم كله إلى هذه اللحظة وأنا قاعد مع حضرتك هنا بيتكلم عليه والاكتشافات المتنوعة أيضا كل يوم ما فيه اكتشاف أثر مصر مليانة لسه صحيح خالص كتير جدا خلينا نتكلم مع حضرتك عن السياحة الشتوية والسياحة الصيفية وأيضا سياحة الأثرية كل منها يخدم على قطاع السياحة وكل منها له جمهوره يعني فيه سايح جاي علشان سياحة شتوية فيه سايح جاي علشان سياحة صيفية فيه سايح جاي للأثرات فيه سايح تاني جاي للسياحة الدينية وكل ده متوفر في مصر مصر فيه كل حال يعني مصر ربنا أنعم عليها بكل شيء ربنا سبحانه وتعالى لما حب يكلم نبيه فتجلى له على أرض مصر لازم نحط الكلام ده مهم جدا عندنا والأرض دي مباركة وشعبها مبارك فيعني ربنا ادينا كل حاجة حدك قلت إيه أنت في الصيف عندك سياحة وبيجيلك السياحة العربية عشان الشواطئ ووي ووي السياحة الشاطئية في مصر تقريبا شغالة طول السنة لأن حتى في عز الشتاء الساحة البحر الأحمر عندنا الجو دافي والناس بتقدر تنزل مياه النهاردة الصبح في ناس في البحر في إذا كان في الجونة أو في شرم الشيخ في مرسع علم الجو كويس حتى لما بيكون برد ممكن يكون برد على المصريين ولكن بالنسبة للأجانب هم بيستمتعوا بشوية الشمس اللي بتطلع الصبح دي بتبقى بالنسبة لهم جميلة جدا وبيقى ده وقت كويس قوي في الصيف احنا عندنا السحل الشمالي بالكامل كله اسكندرية مش عاوز أقول حيك وتفتح عليهم بقى برسعيد ودميات وجمصة وبقى فيهم هم دول بقى اللي نقدر نقول انه كمان حصل تطوير غير مسبوخ اتعمل فنادق على أحسن مستوى شبكة طرق كانت مهمة جدا اني بقى عندك شبكة طرق توصلك بمنتهى الأريحية وبقى فيه مواصلات مش لازم الواحد يروح بعربية خاصة بقى فيه أوتوبيسات بقى فيه وسائل نقل جماعية تقدر الناس تروح تقضي أجازة وتقدر تستمتع بيها في الشتاء حاليا احنا عندنا سياحة الطيور اللي هي فيه ناس كتير قوي ما تعرفش عنها حاجة خالص مواصم الهجرة صحيح مواصم هجرة الطيور لك انت تتخالي ان العالم بره بيحترم قوي انه مصر بتيجي في فترة من الفترات في عودة الطيور من أفريقيا وهي في طريقها إلى أوروبا فيه طيور بتيجي من ناحية السحل البحر الأحمر مصر بتطفي المولدات الكهرباء اللي هي المراوح الكبيرة دي بتطفيها ده دليل على ان انت عندك احترام للبيئة انه الطيور دي عشان ما تخبطش في المراوح فبيتفوها لهم الأجانب هما اللي بيقولوا اللي بيقول لنا الكلام ده انتوا بلد متحضرة جدا ان انتوا بتعملوا كده ده هو ممكن يكون بيقلل مثلا في انتاجيته من الكهرباء ولكن بيحترم حاجة تخص البيئة والسايكل بتاعت البيئة في عودة الطيور دي لسكتها فبيتفوها لهم المراوح ممكن المصريين ما عرفوش المعلومة دي ولكن مصر بتعمل كده فيه ناس بتيجي تحضر الاماكن اللي بيحصل فيها تمركز الطيور دي لانها بتستريح وبتتكاثر يعني فيه حياة تانية خالص وفيه عالم تاني خالص يعني فيه سياحة بيئية كمان خلينا نضيف الجلامي مع حضرتك انه بنوسع من مفهوم السياحة عندنا عندنا سياحة علاجية سياحة صيفية سياحة شتوية سياحة اتارية سياحة بيئية احنا عندنا مزار سياحي واحد بس يعني بسيط خالص كده اللي هو كميسة ابو سرجة في مصر القديمة ودي اللي جات فيها ستنا مريم عليها السلام والسيد المسيح عليه السلام وقعدوا فيها ودي ده مكان مقدس لانه الناس بتتبارك بيه لكن انت تتخيل المكان ده تم تطويره جامد جدا وبقى على اعلى مستوى والاثار رممته كويس قوي 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 والمكان بقى يعني لائق جدا وبيستقبل اعداد كبيرة جدا جدا ويمكن بابا الفاتيكان وده مش بهاي جاملنا ذكر في محاضرة لي وقال انه زيارة هذا المكان تعد بمثابة نص حجة بالنسبة للاخوة المسيحيين على مستوى العالم فمصر فيها كل سياحة سياحة دينية فيه سياحة دينية ثقافية فيه النهار ده بقى عندنا كمان سياحة فنية يعني عندنا فيه معاربة تتعامل للفن وللرسم مهربانات في كل المحافظات احنا عندنا كل انواع وقاسف انا عاوز اقول كلمة مهمة جدا كل اللي حوالينا عشان يمشي السياحة بتاعته لازم هو اللي يبيع مصر يعني هو يقول ايه تعال زورني وزور مصر او تعال زور مصر وزورني ودي يعني انا مش عاوز اقول الكلمة قوي النهاردة عشان كل اللي حوالينا ده تأدير الحقيقة من كل دول العالم والنظرة بعين الاعتبار والاهمية لمحور ومركز الدولة المصرية في كل القطاعات ليس فقط في القطاعات الاقتصادية البحثة لو بنكلم عن الاقتصاد الخام ولكن كمان سياحة جزء مهم من الاقتصاد فان دولة تانية تقول لك احنا ومصر ده يعني انا كتف كتفك هم مش عارف يمشي المنتج بتاعه الا لما يعني اسف في الصورة ان يلزق لا انه بيحتمي بقوة مصر يعني زي ما نقول كده كتفي في كتفك انت بتقويني وانا بقويك الحقيقة مصر عمرها ما تأخرت على اي من الدولة كمان تظل الجمهورية الجديدة والفكر الجديد للدولة الجديدة فيه كمان دعم للسياحة الداخلية ان احنا بنقدم دلوقتي للمدارس وللطلبة وللشعب المصري ان دورك مهم في تدعيم السياحة وانك تزور بلدك تكتشفها شايف ازاي هذا بقى الدور المصري بصحك لو الناس قدت لنفسها فرصة تشوف للموضوع كبير قوي يعني انا طبعا انا محظوظ ان انا شفت ان اعدت مع مسؤول كبير وشفت اللي معمول للمتحف الكبير نعم موضوع تاني خالص حقيقي حاجة من وراء العقل الربط ما بين العاصمة الادارية الجديدة وما بين مدينة منفس اللي هي اول عاصمة ادارية على وجه الكرة الارضية هما الناس دي عاملة الربط ما بين الاتنين يعني عشان فيه ناس كانت متخيلة انه لما هيتم افتتاح العاصمة الادارية لقد تتلع ان هما ربطينها وعملين تطوير للمنطقة الكاملة بتاعة يعني منطقة منفيس مع افتتاح العاصمة الادارية وربطهم لان دي كانت اول عاصمة على وجه الارض عاصمة ادارية نعم وهنا هيبقى عندنا العاصمة الجمهورية الجديدة فيه شغل كبير جدا بس الناس تشوف اللي الناس مش يعني ندي نفسنا فرصة بس واحنا احسن بكتير جدا في الصروف الحالية اللي بيمر بها العالم العالم كله عنده ازمة كبيرة العالم كله عنده ازمة غذاء العالم كله عنده ازمة غلاء العالم كله عنده ازمة طاقة ولكن كيف تدير الازمات وكيف تتعامل معها هو ده الزكاء المصري وهو ده تحديدا فكر الدولة المصرية بكادة طبعا فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الجمهورية الجديدة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة كل القطاعات يجب ان تكون على احسن حال والقطاع السياحي من اهم القطاعات الاستاذ وليد البطوتي حياء الخبير السياحي شكرا جزيلا لحضرتك شرفتنا ونورتنا والحياء افتتنا بالكثير من المعلومات المهمة عن قطاع السياحة واكيد الوقات كثيرة متكررة شكرا شكرا